مرة أخرى تثبت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشراف إنها تتعاطى مع الشعب بكل أطيافه ضمن مسؤوليتها الإخلاقية والإنسانية التي وضعتها لنفسها واستجابة لندائها انطلقت أكبر قافلة مساعدات من محافظة كربل إلى نازح الموصل والتي ضمت 17 موكبا ينقل خيما للنازحين وبطانيات ومواد طبية وسلات غذائية وتأتي هذه القافلة ضمن حملته لأجلكم الإنسانية التي أطلقها قيادات الحجد الشعبي انطلاقا من توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة حفظها الله سبحانه وتعالى والاهتمام بقضية النازحين قاما لمدينة كربلاء وأبنائها البرار بتقديم المساعدات إلى المناطق المنكوبة وخصوصا للنازحين عن بلادهم وماكنهم ونحن الآن في منطقة حمام العليل مواصلين بالتقدم إلى المخيمات والمناطق الأخرى لتقديم المساعدات للنازحين واليوم بدأنا بتوزيع هذه السلة الغذائية التي تحتوي على 13 مادة إلى 14 مادة ومع المي اللي نطهم إياه ومع الملاعب الأطفال والمستلزمات الطبية والبطانيات وحتى ما جبنا لهم ويانا الملابس التنسائية وإحنا اليوم جينا إيد بإيد وياهم نازحوا الموصل أعربوا عن عميق شكرهم وامتنانهم للمرجعية الدينية ولأهالي كربلاء في وقفتهم الإنسانية والوطنية مع النازحين والتحسسين بمعاناتهم الخير من الله المرجعية ما غسرت ويانا وكل شيء الخير يعني ما شاء الله مع العالم الأكل بلقى زينين والله زينين يعني منطقتنا يعني هنا من جينا تقبلونا وزينين ويجيبونا الأكل داعش هجرانا وشتلا ودعثة برياء والعالم والعالم كلها تشتلا واشكر قوات الحسد والجيس لأنهم حررانا المرجعية الرشيدة بدعمها لنازح الموصل وتفاعل أهل الوسط والجنوب مع أخوانهم في أزمتهم يعزز الوحدة الوطنية ويكشف كل الإدعاءات التي يروج لها الأعداء لتقسيم العراق لقناة الطليع الفضائي زين بالعلي كربلاء المقدسة